استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد أبي أحمد رئيس وزراء إيثيوبيا الذي يرأس وفد بلاده في مؤتمر قمة دول جوار السودان والتي تصدفها القاهرة لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتدعيات السلبية له أعلى دول الجوار ووضع أليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنصيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة كما تناول اللقاء العلاقات السنائية بين البلدين وقضية سد النهضة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة